السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم علينا جميعا يا رب وربنا يبلغنا ليلة القدر ماينفعش بقى يجي رمضان اللو لازم نعمل القطايف تعالوا نعملها في البيت من اول العجينة لحد التسوية وكمان هقولكو ازاي نفرزها وممكن نشالها في التلاجة المدة متقلش عن اسبوع واسبوعين كمان لو عايزين وشايفين بس عايزة وريكو نتيجتها عاملة ازاي طلعها حلوة اوه ونتجتها حلوة جدا وتطلع مقرمشة وزي العسل تعالوا نشوف هنعملها ازاي بمقادير بسيطة جدا وسهلة بسعب لمدة الفيديو ياريت تشتركوا معي في قناة وتنسوش تفعلوا الجرس ولو الفيديو عجبكو ياريت نعمل لايك يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه اجمعين كل حاجة هنعملها في الخلاط مش احل حاجة فيها ان احنا مش هنوسخ ادوات كتير يعني انا جبت الخلاط بتاعي وابتديت ان انا حط فيه اربع كبات ونص من المية الدفية هم حاجة ان المية بتاعتك تكون دفية شوية عشان طبعا الخميرة اللي احنا هنحطها بتتفعل معاها كده وبتبتدي ان هي تنفش معايا وتشوفوها زي ما شفتوها في اول فيديو كده فيها الفقاقية الصغيرة دي كده وخمرة وزي الفل وبعد كده حطيت بقى اربع كبات من الديق الابيض العادي اللي هو المتعدد لاستخدمات اي نوع ديق ابيض هبتدي ان انا حط كل ده في الخلاط بس انا ببدأ بالمية الاول عشان الديق ما يمسكش في جواني بالخلاط بتاعتي حطيت بس الاربع كبات من الديق وبعد كده عندي كباية من ديق الصميت او السامولينا ده البقى للسر في المكون ده او السر في الوصفة دي بجد مكون خيالي وبيدي نتيجة حلوة جدا حل ما تجربوه هتحاسوا ان انت الطريقة دي احلى من اللي بنشتريها من البر بكتير وبعد كده ضيفت بقى تلات معالق من السكر تمام كده المكونات بتاعتي يعني عاملة مقدار كبير شوي انتوا ممكن تعملوا مقدار اقل من كده حتقسموا كل الكمية دي حتقسموها على اتنين وبعد كده عندي نص معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية او معلقة صغيرة وبعدين ربع معلقة كبيرة يعني بالزبط كده ايه انقول نص معلقة صغيرة خلينا نستخدم المعالقة الصغيرة نص معلقة صغيرة من البيكينج بودر وبعدين ربع معلقة صغيرة من البيكاربوناتو صوديوم او اللي هي الكاربوناتو وبعدين رشة صغيرة من الملح مش هنزود هي وصفة حلوة اصلا وبعدين عندي بقى ماء ورد او ماء ظهر ولو معندي كيش مفيش اي مشكلة ممكن نستخدم باكت من الفانيليا كده بقى هندرب بقى في الخلاط كل الحاجات دي كده مع بعض ندرب كويس جدا اهم حاجة بقى ان احنا بين كل فترة والتانية هنقفل بقى الخلاط بتاعنا ونبتدي نزل الجوانب اللي في الجناب دي عشان ميبقاش فيها اي تكتلات خالص لو انتو حابين بعد كده ممكن تصفوه بس انا يعني بتهيالي ان الخطوة دي ملها شقاي لازمة عايز اوصل بقى للقوام ده شايفين القوام ده هو خفيف ازاي مش تقيل خالص هو ده القوام اللي انا عايز اوصله طب لو انت دربتي وحسيت ان هو لسه محتاج شوية ماء يمكن نضيف كده معلقتين بمعلقتين لحد ما توصله للقوام ده بس هي يعني ان شاء الله لاربع كوبات ونص هتبقى حلوة جدا ومزبوطة معينة هنسيب بقى الكلام ده على جنب شوية في نفس الخلاط كده ونسيبوه على جنب لحد ما نعمل الحشوة بتاعتي والحشوة بتاعتي عبارة عن شوية من المكسرات كده او شوية سوداني اي حاجة موجودة عندك عليها شوية من الجز الهند وبعدين عليها شوية من الزبيب وبعدين معلقتين كده من السكر وفي ناس بتحب تحط دي السوميت او السامولينة اللي بتحمره على النار بساملة وبتضيفه في الحشوة دي حاجة ترجع لكم بس انا ما بحبوش بصراحة قوي لانه بيبقى تقيل شوية على المعدة بس كده بقى الحشوة بقى ركنتها على جنب وتعالوا نعمل بقى القطيف بتاعتي على النار على طوصة كده مش بتلزق او الصينية كده ما بتلزقش ونبتدي نحط بقى نصب كده بالخلاط بتاعي لحد ما ناخد بقى الحجم اللي احنا عايزينه يعني عايزينها صغيرة جبيرة تصب بقى كده بالتدريج لحد ما توصل الحجم اللي انتو عايزين وبعد كده نسيبها بقى على النار هي اولا النار متوسطة والصينية ما تبقاش سخنة قوي وانتو بتفضوا كده ما تبقاش سخنة قوي هنسيبها لحد ما نحس شايفين البيض اللي بيبقى فوق ده كده تحسوا انه خلاص اختفى كده بقت القطيفة عندي جهزة شايفين اللون بقى اخدت اللون من تحت كده وبقت جهزة نبتدي نطلعها بقى على فوطة كده فوطة مطبخ اهم حاجة لحد بقى ما تقى ايه نسيبها تبرط تماما يعني مش هنحطه فوق بعض على كله يعني نحاول نوزع الكمية كده وشايفين شكلها عامل ازاي اهم حاجة ان احنا زي ما قلتلكم هنسيبها تبرط شوية تتعرض للهوى بس شوية قبل ما نحطها بقى نقفلها وبعد كده عندي بقى ممكن نحطها بقى في كياس بس قبل ما نحطها في كياس ونفرزها بقى لازم نحشيها هي كده بقت جهزة عندي وشايفين عايز اقولكم انها بتتقفل كويس جدا ومش بتفك معايا وحواريكم دلوقتي ان انا حمرتها ومتفكتش معايا ولا اي حاجة خالص ونتجتها حلوة او وبعد كده بقى بحبتدي ان انا جيب الحشوة بتاعتي وابتدي احشي بقى الحشوة بتاعتي بالكمية دي كلها مش مش هنسيب بقى عايزة بس تواريكم وشايفين هي لما الفقاقية دي عادت عملت ازاي اولا ان هي سبناها يعني ترتاح شوية عشر دقيق كده وطلع طرية جدا على فكرة وحلوة قوي يعني انتو اكيد حاسين شايفين شكلها ومتأكدين ان ده يعني مش بتطلع بقى ناشفة وكده او تطلع معجنة زي ساعت ما بنجيبها منبرر كده وتلاقيها كلها فوق بعض ومعجنة وبتطلع بايزة خالص يعني فانحاول دي في البيت مش هتاخد معاك عشر دقيق حاجة سهلة كده وفي الخلاط هتتتعامل معاك وتبقى زي الفل اقفلها بس كويس جدا وبعد كده زي ما قلت لكم نحشي بقى الكمية بتاعتنا كلها ونحطها في كيس ونسيبها في التلاجة ودي بقى الاكل على طول يعني تعمله يوم بيوم كده على قد اكلكو حتى اللعيها تحمريها في عشر دقيق وتقدميها على طول بتبقى حلوة وفي نفس الوقت منسيبهاش طبعا كتير متحمرة يعني نحاول نحمرة على الاكل على طول لانها لما بتتساب كتير متحمرة اكيد بتطرف دي حاجة طبيعية حاجة بدي هي فمنحاولش ان احنا ايه ما نقولش لا قد الوصف فاشلة وكده لا هي لما بتتساب شوية بتبقى ايه نحاس ان هي اضطرت شوية فاحنا عشان كده بقى لازم ايه ان احنا نحمرها وقت الاكل على طول كده بعد الفطار كده تقوم يتحمري وحدتين كده وطبعا الشربات بتاعي الجاهز مش هتاخد معاكي كده خمس داي انا كده عملت بقى الكمية بتاعتي كلها وحبتدي بقى قسمهم في كياس كده صغيرة ولو انتوا بقى حابين تعملوا كمية كبيرة ممكن نحطوا في الفريزر مفيش اي مشكلة في كياس صغيرة كده وقبل من نحمرها بشوية بنطلعها من الفريزر كده شوية وبعد كده بقى جيت الزيت بتاع انا بحب اعمل في حلة كده عشان ما استخدمش زيت كتير وفي نفس الوقت تطلع معاكي يعني الزيت كله يبقى ايه مغطيها كده فنحاول ان احنا ايه نستخدم الحلة ببقى افضل من ان نستخدم طاصة او كده وبعدين حبتدي انزل بيها بقى اسيب بس الزيت يسخن شوية اما ننزلش بيها والزيت بارت عشان طبعا ايه ما تشربش معاكي زيت كتير اولما زيت يبتدي يسخن كده حبتدي انزلها وبعدين نخلي النار متوسطة مش نار عالية يعني الحاجات دي كلها التفاصيل دي كلها بتفرق عشان تطلعوا نتيجة الحاجة حلوة وبعدين بقى سبها بقى حمرها بقى من جماعة جوانب كده وبتدي يقلب فيها شمال ويمين كده لحد ما تاخد معنا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده وعايز اقول لكم حاجة كمان انه وانتوا بتساووها اصلا في الاول على الصينية حاولوا ان انتوا تطلعوها بيضة شوية يعني من تحت يعني ما تستنوش لحد ما تتحمر قوي من تحت تفاهمين قصدي يعني تبقى طلعوا لونها فاتح شوية علشان لما نيجي نحمرها في الزيت تطلع معاكو مقرمشة وحلوة نقدر نحمرها بسهولة ما تبقوش حمرتوها في المرحلة الاولانية قوي فلما تيجي تحمرها في الزيت هتطلع معاكي طبعا مش هتلحق اصلا تستوي وهتطلع معاكي مقرمشة مش مقرمشة طبعا فعشان كده لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي وبعد كده انا عندي بقى الشربات بتاعي عندي كوباية من السكر حطيت عليها نصف كوباية من الميا الشربات بيبقى تقيل شوية وبعدين سبتوا يا برد تماما وعليه طبعا نصف عصير للمون انا كده كده بحب ان انا قبل رمضان بعمل الشربات ده بجهزه واسيبه شوية واسيبه وامل كمية واسيبه بقى عشان لما اجي ايه اعمل كده حلويات يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي وبعد كده بقى زي ما قلتلكم كوباية من السكر عليها نصف كوباية من المياه عليها عصير للمون ونسيبه على النور كده لمدة عشر دقيق كده لحد ما ايه يبتدي يستوي وبعد كده بقى نسيبه يبرد قبل ما نبتدي نحط فيه القطايف او نعمل الكنافة او نعمل اي حاجة لازم الشربات بتاعك يبقى بارد تماما وكده الوصفة بتاعتي خلصت وبقت جاهزة للتقديم كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم علينا جميعا يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته